بسم الله الرحمن الرحيم كتب هذا البيان بتاريخ الخامس عشر من شهر شعبان لعام 1435 هجرية الموافق لليوم الثالث عشر من الشهر السادس لعام 2014 ميلادية والبيان بعنوان البرهان اليقين على حقيقة النعيم الأعظم من نعيم جنات النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله وآئمة الكتاب وجميع المؤمنين بالله رب العالمين لا يشركون به شيئا في كل زمان ومكان حتى يلاقوا ربهم بقلوب سليمة وهم آمنون ويا أيها الباحث عن البيينة لسوف نزيدك والعالمين عن آيات حقيقة النعيم الأعظم في قلوب قوم يحبهم الله ويحبونه وسوف ألقي بهذا السؤال من الإمام المهدي ناصر محمد اليمان إلى عبيد النعيم الأعظم من أنصار المهدي المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور والنصر والتمكين في العالمين وأقول لكم يا معشر عبيد النعيم الأعظم فماذا أنتم فاعلون لو أفتاكم الله يوم يقوم الناس لرب العالمين وكلمكم تكليما من وراء الحجاب وقال لكم يا معشر الوفد المكرمين إن رضوان الله على عباده لن يتحقق أبدا وأما سبب حزن ربكم في نفسه على الضالين من عباده هو بسبب أنه أرحم الراحمين وهم من رحمته يائسون فماذا سوف يكون ردكم يا معشر الوفد المكرمين عبيد النعيم الأعظم ونكرر السؤال للمرة الثانية ونقول فلو أن الله يخاطبكم يوم يقوم الناس لرب العالمين فيقول لكم إن رضوان نفس ربكم لن يتحقق على عباده الضالين ولن يذهب الحزن من نفس ربكم بسبب أن ربكم هو أرحم الراحمين وسبب استمرارهم في العذاب هو بسبب يأسهم من رحمة الله أرحم الراحمين فماذا سوف يكون ردكم يا معشر الوفد المكرمين من قوم يحبهم الله يحبونه ونكرر السؤال للمرة الثالثة فماذا سوف يكون ردكم لو علمتم أن رضوان نفس الله على عباده الضالين لن يتحقق أبدا خالدا مخلدا إلى ما لا نهاية وربما يود كافة عبيد النعيم الأعظم من أنصار المهدي المنتظر في عصر الحوار من قبل الظهور أن يرفع كل منهم إصبعه السبابة يطلب الإذن بالرد على هذا الجواب ومن ثم يقاطعمه المهدي المنتظر ناصر محمد وأقول لهم جميعا لا داعي أن تردوا على الجواب فنحن نعلم ما هو جوابكم حقيقا لا ننطق على عن حقيقة النعيم الأعظم في قلوب عبيد النعيم الأعظم إلا بالحق ذلك مما ألهمني وعلمني ربي وأما جوابكم الواحد الموحد فسوف تقولون يا رب يا رب ما دمت لن تحقق لنا النعيم الأعظم رضوان نفسك وذهاب حزنك فإن لعبيد النعيم الأعظم منك طلب بلسان واحد موحد مجتمعين على قول واحد فنحن لا نستطيع أن نرضى بنعيم جنات النعيم وربنا متحسر وحزين على عباده الضالين النادمين على ما فرطوا في جنب ربهم بعد أن باقوا وبال أمرهم ونسألك اللهم بحق عظيم نعيم رضوان نفسك على عبادك أن لا تجعلنا نرضى بنعيم جنات النعيم خالدين مخلدين إلى ما لا نهاية ما دمت متحسرا وحزينا وحتى ولو لم يتحقق لنا نعيم رضوان نفسك على عبادك فلنا منك ربنا هذا الطلب وهو أن نبقى على الأعراف بين الجنة والنار نبكي بدمع منهمر بشكل مستمر خالدين ما دام ربنا أحب شيء إلى أنفسنا متحسرا وحزينا على عباده الضالين فما الفائدة من جنات النعيم وربنا متحسر وحزينا فنحن نرضى أن يكون هكذا حالنا خالدين بين الجنة والنار ما دمت متحسرا وحزينا ولن نرضى بجنات النعيم ما دمت متحسرا وحزينا وأنت على ذلك من الشاهدين وكفى بالله شهيدا انتهى جواب عبيد النعيم الأعظم إلى ربهم في هذا الحوار الافتراضي وبما أنني أعلم علم اليقين أنني الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني أقسم بمن رفع السبع الشداد وثبت الأرض بالأوتاد وأهلك ثمودا وعاد وأغرق الفراعنة الشداد أن في هذه الأمة قوم يحبهم الله ويحبونه سيجدون هذا الجواب حاضرا في قلوبهم وأنهم حقا سوف يكون هذا ردهم لا شك ولا ريد ونأتي إلى الحقيقة الثانية فلو أن الله يرد عليهم فيقول يا معشر العبيد الوفد المكرمين مدم هذا هكذا بلا حدود إصراركم على تحقيق رضوان نفس ربكم وذهاب حزنه على الضالين المعذبين من عبادي فلتقذفوا بأنفسكم في نار جهنم جميعا ما شاء ربكم إلى ما شاء ربكم فمن ثم أخرجكم منها وإياهم فأدخلكم في رحمة التي واسعت كل شيء فماذا تظنونهم سوف يفعلون يا معشر المسلمين وأقسم بالله العلي العظيم وأقسم بالله العظيم رب السماء والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم لو يكون ذلك شرطا لتحقيق نعيم رضوان نفس الرب لرأيتم الوفد المكرمين قوما يحبهم الله ويحبونه ذكورا وإناثا ينطلقون نحو أبواب جهنم بأقصى سرعاتهم وكل منهم يريد أن يسبق الوفد أجمعين إلى نار جهنم ليلقي بنفسه فيكون الأول في قاعر نار جهنم لو كان في ذلك الثمن أن يتحقق رضوان نفس الله على عباده الضالين والوفد المكرمون على ذلك من الشاهدين أن الإمام المهدي ينطق بما يعلمونه حاضرا الآن في قلوبهم وهم على ذلك من الشاهدين وكذلك نفتي بالحقيقة الثالثة ونؤكد ذلك بالقسم بالله الواحد القهار من يبعث من في القبور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإليه النشور أنهم لن يرطوا بملكة الله أجمعين في جنات النعيم من أدناها إلى الدرجة العالية الرفيعة التي تسمى بالوسيلة في جنة النعيم أقرب درجة إلى ذي العرش العظيم وحتى لو جعل الله كل منهم هو العبد الأقرب إلى عرش الرب والعبد الأحب إلى نفس الرب وأيد كل منهم بأمر الكاف والنون فيقول للشيء كن فيكون فإنه لن يرضى أي من عبيد النعيم الأعظم بذلك كله حتى يتحقق رضوان نفس أحب شيء إلى قلوبهم الله أرحم الراحمين لا متحسرا ولا حزينا هم على ذلك من الشاهدين لكونهم موجودون في هذه الأمة وعلى كل منهم ممن أظهرهم الله على بيان هذا أن يلقي بشهادة الحق عنده من الله ويزكي الشهادة على هذه الحقيقة في قلبه بالقسم بالله العظيم من من يحيي العظام وهي رميم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم أن ما نطق به الإمام المهدي ناصر محمد اليماني في بيانه هذا عن الحقائق في قلوب قوم يحبهم الله ويحبونه أنه قد وجده حاضرا في قلبه لا شك ولا ريب فتذكروا قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم المعلم بحقيقة النعيم الأعظم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ملاحظة إلى أحبتي في الله الباحثين عن الحق جميعا سوف تجدون الشهادات تترى عجب العجاب ثم تتفكروا في هذه الحقيقة التي اجتمع عليها هؤلاء القوم من ذكر وأنثى وهم لا يعرفون بعضهم بعضا بجماعات في بقاع شتى في الأرض من مختلف دول البشر فكيف أنهم اجتمعوا على الحب الأشد والأعظم لله ولذلك اتخذوا عند الرحمن عهدا أن لا يرضوا حتى يرضى إذن يا إخواني فهنا تتفكرون في أنفسكم كيف وجدت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء فلابد أن وراء ذلك سر عظيم ومن ثم يساعدكم الإمام المهدي على معرفة هذا السر العظيم بل أعظم سر في الكتاب على الإطلاق حقيقة اسم الله الأعظم بل هو أكبر آية في الوجود لحقيقة وجود الرب سبحانه وتلحكى حقيقة رضوان نفس الله على عباده ولربما يود أحد أحبة علماء المسلمين المكرمين أن يقول مهلا مهلا يا ناصر محمد فكلنا نحب الله ومن ذا الذي لا يحب الله من المسلمين فمن ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول اللهم نعم فكل مسلم يحب الله ولكن فهل نلتم محبة الله فوالله لا تشعرون بما يشعر به عبيد النعيم الأعظم حتى تكونوا من قوم يحبهم الله ويحبونه وهم الذين تفكروا في حال ربهم في بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وتفكروا كيف لو أن أحدهم يرى أمه وأبيه أو ابنه أو أخيه يسترخ في نار جهنم فكيف سوف يكون حاله وربما تود إحدى الأمهات أن تقول يا ناصر محمد والله لن أهنأ بجنة ربي وأنا أرى ولدي يتعذب في نار الجحيم فيا حسرتي على ولدي لو يكون من أصحاب الجحيم فمن ثم يرد عليها الإمام المهدي وأقول لها إنما أنت من عبيد الله أرحم الراحمين فإذا كان هذا حالك فتفكري كيف حال من هو أرحم من الأم بولدها الله أرحم الراحمين وربما يود كافة علماء المسلمين أن ينطقوا بلسان واحد فيقولون مهلا مهلا يا ناصر محمد اليماني فإن الله ليس بحزين على الكافرين المعرضين عن دعوة رسل ربهم ثم يرد عليهم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول ألا تعلمون أن الرسل المكرمين يتحصرون على الكفار المعرضين المكذبين بدعوتهم وعلى رأس المتحسرين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك خاطب الله نبيه وقال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات صدق الله العظيم وإنما الحسرة عليهم هي الأسف والحزن على الكافرين المعرضين ولذلك خاطب الله نبيه وقال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم ومن ثم يرد علينا علماء الأمة بالإقرار بحسرة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم يقيم الإمام المهدي عليهم الحجة ونقول يا أحبة في الله إذا كان هذا حال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متحسرا وحزينا على الكافرين المعرضين برغم أنهم لا يزالون مصرين على كفرهم وعنادهم ولذلك نهى الله نبيه أن يتحسر عليهم وهم لا يزالون مصرين على كفرهم وعنادهم ولكن رب العالمين تجدونه في الكتاب متحسرا على عباده الذين أصبحوا نادمين على ما فرطوا في جنب ربهم وحين جاءتهم الحسرة في أنفسهم على ما فرطوا في جنب ربهم تصديقا لقول الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم فمن ثم تأتي الحسرة في نفس الله على عباده النادمين على ما فرطوا في جنب ربهم من بعد أن أهلكهم الله وهم عن دعوة الحق مردون وقال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم فهذا هو حال الله أرحم الراحمين فما خطبكم تسألون عن أحوال بعضكم بعضا ولا تتفكرون كيف حال حبيبكم الله أرحم الراحمين وما أرحمه من إله وحده لا شريك له ويا معشر الصالحين فهل ترون أنكم سوف تهنؤون بالحور العين وجنات النعيم وربكم متحسر وحزين فإن كنتم ترون أنكم سوف تكونون سعداء بجنات النعيم وربكم متحسر وحزين فهذا شأنكم ولكن أقسم بالله العظيم البر الرحيم لو قدر الله بعث الإمام المهدي في عصر الأنبياء وبين لكافة الأنبياء والمرسلين حقيقة اسم الله الأعظم لما دعا نبي على قومه ولا استمروا في دعوتهم حتى يجعلوا الناس أمة واحدة على صراط المستقيم لكون الأنبياء والمرسلين يحبون الله كما يحب الله قوم يحبهم الله ويحبونه ولكن الله من على هذه الأمة أن قدر بعث الإمام المهدي فيهم ليعلمهم بالحقيقة العظمى في الكتاب ولذلك خلقهم ليتخذوا رضوان الله باية فلا يرضو حتى يرضى وأما الذين يتخذون رضوان الله وسيلة ليدخلهم جنته فلهم ذلك إن الله لا يخلف المعار ولكنني الإمام المهدي ناصر محمد أقول يا عجب الشديد الشديد تهنأ قلوب العبيد بالحور العين وجنات النعيم وأحب شيء إلى أنفسهم والرب المعبود متحسر وحزين هيهات هيهات ورب الأرض والسماوات لن يرضى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني حتى يرضى أحب شيء إلى نفسي في الوجود يا الله أرحم الراحمين فله أعبد وله أسجد والحمد لله رب العالمين وننتظر الشهادات وتدبروها فسوف تأتينا من معشر قوم يحبهم ويحبونه من مختلف دول العالمين فكونوا على شهاداتهم من الشاهدين وبلغوا بعضكم بعضا يا معشر الأنصار بهذا البيان ذي الأهمية الكبرى ليحضروا فيلقوا بشهاداتهم بالحق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم الذليل على المؤمنين العزيز على شياطين البشر المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني انتهى البيان الذي يلقيه عليكم أحد أنصار الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى الله وأما الآن نقرأ إليكم بعض شهادات الأنصار من قوم يحبهم الله ويحبونه التزاما بقول خليفة الله إمامهم وإمام الناس أجمعين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وإلى شهادات قوم يحبهم ويحبونه وأما أول شهادة فكانت لعبد الله المسمى عبد الله سفينة النجاه من الأنصار السابقين الأخيار وقال بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد صدقت وبالحق نطقت يا قرة أعيننا وحبيبنا الإمام المهدي المنتظر الحق ناصر محمد اليماني عليك وعلى أنصار الحق في كل زمان ومكان طلوات ربي وسلامه بعدد ذرات ملكوت الله إلى ما لا نهاية وأكتفي بهذه الشهادة الحق التي كتبتها منذ سنة تقريبا ولن أغير منها شيئا والتي ما تزال كما هي في قلبي الذي أيقن بحقيقة نعيم رضوان الله في نفسه النعيم الأعظم فلن يزداد يقيني بمرور الزمن ولن يزداد يقيني من بعض الظهور والتمكين لخليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ولن يزداد يقيني يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين وأزكي هذه الشهادة الحق بالقسم البار بالله العلي العظيم الذي يحيي العظام وهي رميب ربنا وربهم ورب الناس أجمعين أنه لن أرضى أبدا مهما كان ومهما يكون ما لم يرضى حبيب الله أرحم الراحمين في نفسه غير متحسر ولا حزين ولا حاجة لي بكل ملكوت الدنيا والآخرة وبكافة درجات الجنان من أدناها إلى أعلاها ولن أقبل ولن أرضى أن أكون أحب وأقرب عبد إلى الله من عباده أجمعين على الإطلاق ما لم يتحقق النعيم الأعظم فيرضى الله في نفسه غير متحسر ولا حزين ترجمة نانسي قنقر وإلى ثاني شهادات أحد عبيد النعيم الأعظم المسمى أبو ديانة من الأنصار السامقين الأخيار وقال بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله الواحد القهار الذي يولج الليل في النهار الذي خلق الجن من مارج من نار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار أن الإمام ناصر محمد لم ينطق إلا بالحق بما في قلوبنا فسبحان من علمك وأقسم بالله العظيم البر الرحيم أني لن أرضى حتى يرضى حبيب قلبي ربي ومولاي رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم أني سأكون أول متسابقين إلى نار جهنم وأسأله أن يجعلني حينها أسرع المخلوقات إن كان في ذلك تحقيق لأعظم الأهداف ألا وهو تحقيق رضوان نفس الرحمن فيكون فرح بهداية عباده إليه لا متحسر ولا حزين ووالله أني لم أكمل البيان مبعد حتى أكون أول الشاهدين بالحق ولسوف أكمله فور وضعي هذه الشهادة وكفى بالله شهيد ووكيل وإلى شهادة عبد الله المسمى رضي الله رضى الله والوالدين قال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واردوانه وبعد أشهد الله أني أحب الله حبيب أحب وكفى بالله شهيدا وأحب إمامي ووالله الذي لا إله غيره أني لن أرضى حتى يرضى حبيبي أرحم الراحمين وما كنت لأفتدي أحدا من أقربائي مهما بلغ شدة حبي لهم ألا والله أن الذي لا إله غيره لن أكون أرحم بهم من أرحم الراحمين ولكني سأفتديهم بنفسي فألقي بها في النار إذا كان في ذلك رضوان ربي وما كنت لأشفع لعبد خلقه الله إلا لرضوان ربي حبيبي الأحب اللهم يا رب العالمين إني أعوذ بوجهك الكريم أن أرضى بشيء حتى ترضى إلى الأخ الباحث عن البيينة الصاد عن الحق وأمثاله نرحبكم في متديات البشرة الإسلامية ونسأل الله العلي العظيم أما هذه الجزئية فليست من ضمن الشهادة ونكمل شهادات الأنصار بالحق أحد عبيد النعيم الأعظم الناس فصار بالحق هكذا اسمه من الأنصار السابقين الأخيار وقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وإمامنا الداعي إلى صراط الله المستقيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تقسم بالله العظيم من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار الواحد القهار العليم الغفار إنك صدقت يا إمامي فورب البيت العطيق إنك ما قلت إلا الحق وما في قلبي وقلوب أحبابي فالله فالله الأنصار أننا لم ولن نرضى أبدا فوالله أننا الأنصار لم ولن نرضى أبدا أبد الآبدين حتى يرضى ربنا الرحمن الرحيم النعيم الأعظم ولو كان الوصول لنعيم رضوان الله حبيبي ربي أن أرمي بنفسي في جهنم السعير لفعلت وكنت أول الفاعلين لتحقيق النعيم الأعظم وشهادة الله أعظم هو يعلم ما في الصدور وما تخفي الأنفس وما تجهر وهو العليم الخبير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى شهادة وليد فرج هذه الوسلات قال أقسم بالله العظيم من يحيي العظام وهي رميم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم أن ما نطق به الإمام المهدي ناصر محمد اليمان في بيانه هذا عن الحقائق في قلوب قوم يحبهم الله ويحبونه أني قد وجدته حاضرا في قلبي لا شك ولا ريب اللهم عهد ووعد علي أن لا أرضى حتى ترضى يا حبيبي الله ولن أحيد قيد شعرة حتى أراك يا ربي راضيا لا متحسرا ولا حزينا قال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين نحن على العهد والوعد يا إمامي وغايتنا تحقيق رضوان الله في نفسه وهذا نعيمنا الذي نسعى إليه وهذه سمتنا ومنهاجنا وعقيدتنا فمن اتبعنا فهنيئا له ومرحى ومن خالفنا فليخلي بيننا وبين الناس حتى نهديهم لما يحبه ربنا ويرضى وإلى شهادة الأخ عاصم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أني أشفدك وكفى بك شهيدا لأني لن أرضى حتى ترضى في نفسك وليس أني أشفق على حزنك يا حبيبي يا رب العالمين فأنت القاهر فوق عبادك ولا تخاف عقباها وأنت الغني عنا ونحن الفقراء إلى حبك بل لأني أحبك أكثر من نفسي ومن مالي ومن حالي ومن كل شيء في حياتي وحياتي ومماتي كلها لك فلا أفرح بلا فرحك ولا أرضى بغير رضاك في نفسك وإن لم تحقق للنعيم الأعظم فلن أذهب إلى الأعراف بل تقضي علي يا حبيبي كأني لم أكن شيئا مذكورا أحب إلي من العيش بلا النعيم الأعظم وأقسم أني لن أرضى بالخلود بدون نعيمك الأعظم بل تفنيني من الوجود كأني لم أكن شيئا مذكورا قسما بجلالك ونعيم رضوانك يا حبيب قلوب العارفين ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك ولا الآخرة إلا بقربك ومحبتك ولا الخلود إلا برضاء نفسك فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى شهادة الأخ المسمى آمنت بنعيم رضوان الله قال بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم من يحيي العظام وهي رميم رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم إنما نطق به الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني في بيانه هذا عن حقائق في قلوب قوم يحبهم الله ويحبونه أني وجدته حاضرا في قلبي لا شك ولا غيبة ودليلي أن أغرقت عيناي بالدموع عندما قرأت البيانة الكريم والله خير الشاهدين وأؤكد قسمي بالله الواحد القهارة من يبعث من في القبور ويعلم خائنة الأعين وما تغفر الصدور وإليه النشوف أني لن أرضى بملكة الله أجمعين في جنات النعيم من أدناها إلى الدرجة العالية الرفيعة التي تسمى بالوسيلة في جنة النعيم أقرب درجة إلى ذي العرش العظيم وحتى لو جعلني الله العبد أقرب عباده إلى عرشه وجعلني العبد الأحب إلى نفسه جل في علاق وأيدني بأمر الكاف والنون بالقول للشيء كن فيكون أنني لن أرضى بذلك كله حتى يتحقق رضوان نفس أحب شيء إلى قلبي الله وارحم الراحمين لا متحسنا ولا حزينا وحتى تحقيق رضوان نفس ربي وذهاب حزنه على الضالين المعذمين من عباده سأقرف بنفسي في نار جهنم لو يكون ذلك شرطا لتحقيق نعيم رضوان نفس ربي فسأنطلق نحو أبواب جهنم بأقصى سعاته وسأسبق الوفد المكرمين أجمعين إلى نار جهنم لألقي بنفسي قبل جميع المتسابقين في قاع نار جهنم لو كان في ذلك الثمن ليأتحقق رضوان نفس الله على عباده الضالين وإشهد الله على كلامي وقسمي والله خير الشاهدين والحمد لله رب العالمين وأما الأخ سلطان فقال في شهادته أعوذ بك يا حبيبي أن أرضى حتى ترضى وأما شهادة الصديقة بالإمام المهدي فقال أقسم بالله العظيم من يحل العظام وهي رميم رب السماوات والأرض وما بينهم ورب العرش العظيم أن ما نطق به الإمام المهدي ناصر محمد اليماني في بياني هذا عن الحقائق الثلاثة في قلوب قوم يحبهم الله ويحبونه وجدته حاضرا في قلبي لا شك ولا ريب وإني انتيسر لي الانطلاق لإبتحام جهنم من الباب الرابع لفعلت ولا أبالي قربة لربي ولتحقيق رضوان نفس ربي حبيبي وأرجو أن يثبتني ربي حبيب قلبك وأنا على ذلك من الشاهدين وكفى بالله شهيدا نختار عشوائيا بعض الشهادات أما شهادة الأخ نعيم رضوان كغاية قال أقسم بالله العظيم ما من يحل العظام وهي رميم رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى ورب العرش العظيم أن ما نطق به الإمام المهد ناصر محمد اليماني في بيانه هذا عن الحقائق في قلوب قوم يحبهم الله ويحبونه أني قد وجدته حاضرا في قلبي لا شك ولا ريب رب الله على ما أقول شهيد وأعاهد الله أن لا أرضى حتى يرضى ورب السماوات والأرض لأن رضوان الله له حقا الفوز العظيم وأنه حقا وصدقا لنعيم أعظم من أي نعيم وإني ويشهد الله أني أشعر بعظمة هذا النعيم في قلبي وأنا في الحياة الدنيا أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وأعظيم سلطانك الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى اللهم ثبتنا جميعا على الحق وزدنا قربة وحبا حتى ترضى يا حبيبي يا ربي أستغفرك وأتوب إليك حفظك الله ونصرك يا إمامي الحبيب وجزاك الله وعدا خير الجزاء إني أشهد البشر حبا لك حبا في الله النعيم الأعظم وأسأل الله أن يجمعني معك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا هو إن الشهادات كثيرة تصل إلى أكثر من ثلاث وخمسون صفحة بكل صفحة بل تصل إلى ثلاث وسبعون صفحة كل صفحة فيها ما لا يقل عن العشر شهادات على الأقل هذه كانت شهادات عبيد النعيم الأعظم فتساءلوا يا أحباب كيف ينبذي لهؤلاء القوم جميعا أن يكون ما في قلوبهم سواء على كلمة واحدة كونهم يقسم بالله العلي العظيم على ما في أنفسهم فكيف اجتمعت هذه الحقيقة في قلوبهم وكيف علم الإمام المهدي بحقيقة ما في أنفسهم إلا أنهم حقا يعلموا بحقيقة ما أنفسهم أن ما نطق به الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هو الحق الذي في أنفسهم لا شك ولا ريب فاخلوا بربكم وادعوهم ليبين إليه أن يبصركم بالبيان الحق القرآن العظيم وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه إنه حقا أرحم الراحمين وإلى هنا ننتهي كان معكم أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة